اشتركوا في القناة وشاهدوا رقم واحد في نهاية الفيديو فهو الافضل دائما ولكن اولا وفضلا لا تنسوا دعمنا باعجاب وتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة ونبدأ على بركة الله رقم عشر بطريق الجالاباكوس هو بطريق مستوطن في جزر جالاباكوس في الاكوادور انه احد اصغر انواع البطريق في العالم ويعيش معظمهم في جزيرة فرناندينيا والساحل الغربي لجزيرة ايزابيلا ويبلغ متوسط طول بطريق جالاباكوس حوالي خمسون سنتيمتر ويزم حوالي من اثنان ونصف الى اربعة ونصف كيلو جرام ويبلغ عمر بطريق جالاباكوس من خمسة عشر الى عشرين عاما وبطريق جالاباكوس يأكل الاسماك الصغيرة خاصة البوري والسردين وعادة ما تكون اعشاشهم في الكهوف والشقوق وذلك كحماية ضد الحيوانات المفترسة والبيئة القاسية وتتكاثر طيور البطريق عادة عندما تكون درجة حرارة سطح البحر اقل من خمسة وعشرين درجة مئوية وتعتبر الشمس الاستوائية القوية مشكلة لهذا النوع كما ان كل زوج يتزاوج مدى الحياة كما يبلغ عددها حوالي 1800 فقط ولا تزال في الانواع المهددة بالانقراض وتشمل تهديدات انقراض بطريق جالاباكوس قيام البشر بصيده بالاضافة الى فقدان الموائل وزيادة الافتراس لها من اسماك القرش والفقمات واسود البحر والتلوث بالاضافة الى وجود امراض معدية قد تؤدي الى الانقراض مثل ملاريا الطيور او مرض ماريك رقم 9 النمر السايبري موطله بالشرق الاقصى الروسي وشمال شرق السين وايضا كوريا الشمالية واطلق على النمر السايبري ايضا اسم نمر امور والنمر الكوري وتعتبر من اندر النمور على وجه الارض ويتراوح وزنها بين 180 الى 306 كيلو جرام للذكور وبين 100 الى 167 كيلو جرام للاناث ولا يقل طول الجسم عن 150 سنتيمتر وتم استهداف الافراد الكبيرة واطلاق النار عليهم من قبل الصيادين ويتراوح متوسط عمر النمر السايبري من 16 الى 18 عاما وتشمل انواع الفرائس للنمر السايبري الغزلاني والخنزيري وحتى الدبابة السوداء والدبابة البنية كما انها تصطاد السمك وفي الماضي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي سهلت ازالة الغابات غير القانونية الصيدة الجائرة لنمور سايبريا وهذا ما عرض مرة اخرى النمور في المنطقة لخطر الانقراض كما يعتبر الصيد الجائر للنمر السايبري وفرائسه سببا في انخفاض عدده ونادرا ما يصبح النمر السايبري من اكل لحوم البشر وتم تسجيل حالات عديدة من الهجمات على البشر في القرن التاسع عشر هو نوع من انواع الفيل الاسيوي وموطنه الاصلي اندونيسيا في جزيرة سومترا ويزن ما بين اثنين الى اربعة طن ويبلغ الحد الاقصى لعمره في البرية حوالي ستين عاما كما تتوقف اناث الافيال عن التكاثر بعد سن الستين وتلد غالبا في الليل وتستمر حوالي عشر ثوان ويستطيع الفيل الصغير الوقوف من تلقاء نفسه من عشرة الى ثلاثين دقيقة وقام الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بترقية حالة الحفاظ على فيل سومترا وذلك من المهددة بالانقراض الى المهددة بالانقراض في القائمة الحمراء حيث انخفض عددها بنسبة ثمانين بالمئة على الاقل وذلك بسبب الصيد الجائر وتحويل الغابات الى مستوطنات بشرية والذي ادى الى فقدان موائل العديد من افيال سومترا هي سلحفات بحرية مهددة بالانقراض توجد سلاحف من قار السقر غالبا في الشعاب الاستوائية في المحيط الهندي والهادئ والاطلسي وتنو سلاحف من قار السقر عادة بطول متر واحد وتزم حوالي ثمانين كيلو جرام وعلى الرغم من كونها اكلة اللحوم فان الاسفنجة البحرية هو طعامهم الرئيسي كما تتغذى على الطحالب والنباتات البحرية وقناديل البحر والاسماك كما انها شديدة السمية للكائنات الحية الاخرى كما تتغير الوان من قار السقر قليلا وذلك اعتمادا على درجة حرارة الماء واصبحت سلحفات من قار السقر مهددة بالانقراض وذلك بسبب استياد البشر لها ففي بعض انحاء العالم تؤكل سلاحف من قار السقر كطعام شهي كما تستخدم العديد من الثقافات ايضا اصداف السلحفات للزينة فيتم استياد السلاحف من اجل قوقعتها الجميلة منذ العصور القديمة رقم 6 وحيد القرن الاسود هو نوع من وحيد القرن موطنه شرق وجنوب افريقيا وعلى الرغم من الاشارة الى وحيد القرن على انه اسود الا ان الوانه تختلف من البني الى الرمادي يزن وحيد القرن البالغ عادة من 800 الى 1400 كيلو جرام ويبلغ طوله حوالي 3.5 متر ويشتهر وحيد القرن الاسود بكونه عدوانيا ولا يوجد لدى وحيد القرن البالغ عادة مفترسات طبيعية وذلك بفضل حجمه الكبير بالاضافة الى جلده السميك وقرونه القاتلة وينتلك وحيد القرن الاسود اذانا قوية يمكنها الدوران في جميع الاتجاهات والتي تسمح باكتشاف الصوت عبر مسافات شاسعة كما ان وحيد القرن الاسود من الانواع العاشبة فهو يأكل النباتات الورقية والفروع والبراعم وشجيرات الاخشاب والفاكهة ويمكنهم العيش لمدة تصل الى 5 ايام بدون ماء اثناء الجفاف ويعتبر الصيد غير المشروع من اجل تجارة قرون وحيد القرن هو التهديد الرئيسي وغالبا ما كان الصينيون القدماء يستخدمون قرون وحيد القرن لصنع اكواب النبيل وكذلك جلود وحيد القرن لتصنيع اتجان الامبراطورية والاحزمة ودروع الجنود ويستخدم القرن ايضا في الطب الصيني التقليدي وكان يقال من قبل المعالجين الصينيين انه قادر على انعاش مرضى الغيبوبة انسان الغاب من القرادة العليا موطنه الغابات المطيرة في اندونيسيا وماليزيا ويعتبر انسان الغاب من بين اكثر الرئيسيات ذكاء فهم يستخدمون مجموعة متنوعة من الادوات المتطورة ويبنو اعشاشا للنوم متقنة من الفروع واوراق الشجر ويقضي انسان الغاب معظم وقته في الاشجار اما في التغذية او الراحة وانسان الغاب يعيش حياة انفرادية اكثر من القرادة الاخرى فهو دائما منعزلا عن الحيوانات الاخرى ولديهم اذرع طويلة وارجل قصيرة وشعر بني احمر يغطي اجسادهم ويزن الذكور البالغين حوالي 75 كيلو جرام ويبلغ طولهم حوالي 137 سنتيمتر بينما تصل الاناث الى حوالي 37 كيلو جرام ويبلغ طول الاناث حوالي 115 سنتيمتر الفاكهة هي اهم عنصر في النظام الغدائي لانسان الغاب لكنهم يأكلون ايضا النباتات واللحاء والعسل والحشرات وضيض الطيور ويمكنهم العيش لاكثر من 30 عاما وتشمل التهديدات التي يتعرض لها انسان الغاب الصيد الجائر وتدمير الموائل وذلك بسبب اتجارة بالحيوانات الاليفة وايضا ازالة الغابات رقم 4 الحوت الازرق هو اكبر حيوان معروف على الاطلاق فيصل وزنه الى 200 طن ويصل الحد الاقصى للطول الى 30 مترا وتشير قاعدة بيانات اللجنة الدولية لصيد الحيتان الى وجود 88 فردا اطول من 30 مترا ويتكون النظام الغذائي للحوت الازرق من الكريليات ويسبح الحوت الازرق نحوها بسرعة عالية ويفتح فمه حتى 80 درجة وقد تبتلع 220 طن من الماء ثم يعصر الماء من خلال صفائح البالين ومن ثم يبتلع الكريل المتبقي والتهديد الطبيعي الوحيد المعروف للحيتان الزرقاء هو حوت الاركا كما يعيش الحوت الازرق من 80 الى 90 سنة او اكثر وكان اول حوت ازرق حديث تم اكتشافه هو احفورة جزئية للجنجمة وجدت في جنوب ايطاليا والتي يرجع تاريخها الى العصر الجليدي المبكر وذلك منذ ما يقرب من 1.5 الى 1.4 مليون سنة وكان الحوت الازرق وفيرا في كل محيطات الارض تقريبا حتى نهاية القرن التاسع عشر حيث بلغ صيد الحوت الازرق ذروته في عام 1930 حيث تم صيد 30 الف حوت ازرق الى ان حضرت اللجنة الدولية لصيد الحيتان جميع عمليات صيد الحيتان الزرقاء وذلك في عام 1966 وقد ادرج الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة للحيتان الزرقاء على انها مهددة بالانقراض وذلك اعتبارا من عام 2018 ولا تزال تواجه العديد من التهديدات من صنع الانسان مثل ضربات السفن والتلوث وضوضاء المحيط وتغير المناخ يوجد في جزيرة تاسمانيا يتميز ببنيته الممتلئة والعضلية والفراء الاسود والرائحة النفاذة وايضا الصراخ العالي والمزعج وحاسة الشم الشديدة ومتوسط وزنه حوالي 8 كيلو جرام وهو قادر على التحمل والسرعة المدهشة كما يمكنه تسلق الاشجار والسباحة عبر الانهار ويمكن ان تصل سرعته الى 13 كيلو مترا لكل ساعة ويمتلك الشيطان التسمان اقوى عضة بالنسبة الى حجم الجسم كما يقاتل الذكور بعضهم البعض من اجل الاناث وتلد الاناث من 20 الى 30 صغيرا بعد 3 اسابيع من الحمل ويتسم المولود الجديد باللون الوردي ويفتقر الى الفراء ويزم اقل من ربع جرام ونظرا لوجود اربعة اماكن فقط فان المنافسة بينهم تكون شرسة وبالتالي يبقى عدد قليل من حديث الولادة على قيد الحياة ويمكن ان تأكل الشياطين البالغة صغارها اذا كانوا جائعين وعلى الرغم من انه يمكن ترويضهم الا انهم غير اجتماعيين ولا يعتبرون مناسبين كحيوانات اليفة وقليل منهم من يعيش اكثر من 5 سنوات وسبب اختفائها غير واضح وقد ادى مرض ورم الوجه الشيطاني الى خفض اعدادها بشكل كبير بالاضافة الى الصيد من قبل الناس وتغير المناخ رقم اثنان نمر الثلج نمر الثلج موطنه سلاسل الجبال في وسط وجنوب اسيا وجنوب سيبيريا وهو قصير الارجل واصغر قليلا من النمور الاخرى ونمر الثلج من اكلات اللحوم ويطارد فرسته بنشاط وانواع الفرائس البرية المفضلة لديه هي الاغنام والماعز البري كما انها تفترس الماشية والخنزير البري ولم يتم الابلاغ عن مهاجمة البشر كما يتم ابعادهم بسبولة عن الماشية وتبلغ فترة حمل الاناث من تسعين الى مائة يوم وتكون عادة من اثنين الى ثلاثة اشبال ويعيش نمر الثلج عادة لمدة تصل الى ثمانية عشر سنة وتم ادراجه في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وذلك لان عددهم يقدر باقل من عشرة الاف فرد ناضج ومن المتوقع ان ينخفض حوالي عشرة بالمائة بحلول عام الفين واربعين ويتمثل التهديد الرئيسي لنمر الثلج الصيد الجائر والاتجار غير المشروع بالجلود واجزاء الجسم بالاضافة الى تدمير الموائل ويحكم على الصائد بالسجن لمدة من ثلاث الى سبع سنوات لقد وصلنا الى رقم واحد وهو الافضل مع قناة صحي ذهنك ولكن اولا تأكدوا من الاشتراك والاعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة وشاهدوا ما يناسبكم من العديد من الفيديوهات المعلوماتية المتنوعة والممتازة على القناة تشجيعا لنا لنستمر في انشاء المزيد من هذه الفيديوهات رقم واحد الباندا العملاقة تعيش الباندا العملاقة في عدد قليل من السلاسل الجبلية في الصين وتتميز بمعطفها باللونين الاسود والابيض وجسمه المستدير ويبلغ طول البالغين حوالي واحد ونصف متر ويمكن ان يصل وزن الذكور الى 160 كيلو جرام كما يمكن ان تزن الاناث عادة اقل من 70 كيلو جرام وعلى الرغم من تصنيف الباندا العملاقة على انها اكلة اللحوم الا ان النظام الغذائي للباندا العملاقة من العشب وتشكل براعم وأوراق الخيزران اكثر من 99% من نظامها الغذائي وتقضي الباندا حياتها بشكل اساسي في التجوال والتغذية ودب الباندا قد يهاجم البشر وهذا على الارجح يكون بدافع الغضب وليس العدوانية وتعيش الباندا عادة حوالي 20 عاما في البرية والباندا العملاقة من الانواع المعرضة لخطر الانقراض فهي مهددة بفقدان الموائل المستمر وكانت الباندا العملاقة هدفا للصيد الجائري من قبل السكان المحليين منذ العصور القديمة والاجانب وايضا بسبب نسبة المواليد المنخفضة سواء في البرية او في الاسر وفي يوليو عام 2021 اعلنت سلطات الحفب الصينية ان الباندا العملاقة لم تعد مهددة بالانقراض في البرية وذلك بعد سنوات من جهود الحفب ومع عدد يتجاوز 1800 فقط في البرية شكرا لكم اعزائي على المشاهدة تحية طيبة لكم جميعا ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير باذن الله في امان الله ورعايته